أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولو العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تشهده العلاقات البحرينية الكورية من تميز على مختلف الصعود مبديا سمو ارتياحه مما وصل إليه مسار التعاون الثنائي بين البحرين وكوريا الجنوبية والذي أسهم في تعزيز الشراكة بينهما والدفع بتلك العلاقات نحو آفاق أرحب وأشار سمو إلى أن البحرين تؤكل دائما على بناء شراكات استراتيجية مع الدول الأسيوية الصديقة وتعزيزها وتحقيق المزيد من الشراكات خصوصا كوريا الجنوبية التي تشهد تطورا ملموسا في ضوء رغبة البلدين واستثمار الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات في تدشين المزيد من التعاون الثنائي معربا سمو عن تطلعه نحو تعزيز مجالات التعاون الصناعي التي تمثل أحد القطاعات الحيوية التي تسعى المملكة لمواصلة تطويرها بما يسهم في خلق فرص نوعية واعدة ويلب تطلعات البلدين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سمو حفيده الله بقسل قضيبية فخامة السيد ليم يونغ باك الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا الجنوبية بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية حيث رحب سمو بزيارة السيد ليم يونغ للبحرين واستذكر سمو خلال اللقاء زيارته السابقة إلى جمهورية كوريا الجنوبية وما لمسه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الكورية من جانبه أعرب فخامة السيد ليم يونغ باك الرئيس الأسبق لكوريا الجنوبية عن شكر وتقديره إلى صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه مؤكداً على ما تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين من تطوير ولماء في مختلف المجالات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة